مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نعمل وصفة الكبكابو الحقها الكبكابو بالنسبة لي اينا من ابن المرقة التونسية معنا هي مرقة المالح كان بالحوت ولا بالجاج ولا بالحام العلوش ولا حتى بالكعبر بالنسبة لي اينا من ابن المرقة التونسية اخذت الكسرون اللي باش نطيفيها حتيت الزيت ودوب هكما بدي يسخن اخذت كعبة الحوت اللي باش نطيفيها الكبكابو عندي كعبة قروس نظفتها وقسمتها على ثلاثة ودوب هكما حتيت كالتروف الحوت يتقلى ودوب هكما ياخذوا تقلية صغيرة في الزيت كيكا باش يسايبون المطعم الحوت والكبكابو يجينا ابنين ما يجينيش هكا المطعم الحوت فيها نقص دوب شفتو شوية كهورة ودوب ما تقليت تقليت روف الحوت شفتو دوب هكما تختقلي منه ومنه ونناحيهم ونخليهم على جيها ونقلي المرقة متاعي في عقلي الحوت هذيكا بعد في الاخر رجعوا ونكملوا ونطيبوه دونك قاعد ليكا الزيت هذيك اللي دوب ما قليت فيها الحوت ولا نجمو نعملوه بالكروفيدر كيف كيف يجي بنين نعملوه بنفس الطريقة دوب ما نقليو كعبة الكروفيت وحبها ذيكين خليوهم بقشورهم ولا كين تقشروهم تنجمو تقشروهم دوب ما تقليوهم تخرجوهم وبعض نقليو على روحنا وفي الاخر رجعوا كعبة الكروفيت بيه فكا زيت هذيك القليت فيه الحوت خليت هرس بصال قاسيتو جيد على الاخر ومعها تلاثة فصوص ثوم حتيتهم دوب ما تقليو فكا زيت هذيكا وزيت عليهم كيما شفتو مغارفة تماثم وشوية هريس عربي وخلط وعلى نار هادية قاعدا نقلي فكا تماثم هذيكا قلي تماثم بالبيهي على نار هادية بيش مجينيش في المرقة متعام القروسية متاع التماثم هني صبيت شوية ما بيش تماثم ما متتحرقش وباش نكمل انفوح بالنسبة اللوفي حاتيت شوي ففل لكحل نحط نص مغارفة صغيرة كركم وكلا حطو ما حاتيتش ملح على خاطر الملح مبعد باش نحطوها ملح دونك ما نحطوش الملح باش نغتي التنجرة ونقص في الزيد نقص في الغاز على الاخر ونخلي يكا تماثم هذيكا الزيد تتقلى كيما قلنا قلي وتماثم شوية باش مات ما مجينيش فيها مطعم القروسية مدة دقيقتين هكيكا حاتيت شوية فلفل احمر زيت شوية ماء وطاو باش نغتي خلي كل شي هكيكا ياخذ غلواء متاع دقيقتين ثلاثة وكهاو وطاواء مقعد لي كان باش نمرقت ممرقتش برشة خاتش تماثم تقليت بالكدي وزيد الحوت ما يتحقش برشة تتيب دونك هكيكا كيفيش قليت غتيتها وخليتها مدو تربوع ساعة هكيكا لهني شوفوا القاومة متاع المرقة كيفيش شكا هاو طاواء مقعد لي كان باش نرجع تروف الحوت يتيبو يكملو يتيبو خاطر خذيوك متاع نص دقيقة من اللول دوغن حوتك تروف الحوت يتيبو منطيبو همش برشة مندو التتيب الحوت بتبيعها احنا والحاجة متاع الحوت اما مراو الحوت ما يفوتش درجين في التتيب في سا في ساعة ما يتيب وكيمش نخليوه هكي برشة راو بشي تفترش هكيكا بش شوكو متاعه في المرقة ولهني اخسلت ففل برل عبيد وعندي كعبيد كبار وكعبيد زيتون وشوي ملح اخسلتهم ونفختهم في الماء ها زيبو منحها وكالملح متاحهم الزايد هذيكا وكاها توا تحريكا صغيرة باش نغتيها ونخلي منو الحوت يكمل يتيب ومنو الملح زيد تتيب المطعم متاحة في المرقة متاعنا وهذي الكاب كابون متاعنا حذر انا راني منحوتش فيه الكامون نجمو في اللخر نعم نورشة كامون لما انا نخليها كيكا ما نحوتش فيه الكامون وهذي الكاب كابون متاعنا احذر وقف على زيتو وكالحوت تاب كيف كيف الملح سايب الملح متاعو راني مزدت ضغط في اللخر كما قلت لكم ما نحطوش الملح ملول نحطو الملح بعد كين نجيو بش نطفيو القاس ونبقو كين الملح متاعو مريقل اهاو كما نزيدو حاتا شاي كين نقص شوية نزيد نولي ونزيدو الملح كيكا نعدلو الملح اما راهو بصفة عامة كي تحطو الكمية كيف الكمية لينا حتيتها متاعا تعلم ملح والزيتون والكبار ما نسحقوش بش نزيدو ملح اكا هول هنا مقاعد لي كين بش نحط الكاب كابو خفز حن التقديم اسهل من هكا يظهول لي ما فماش سايهل ما في حتى شاي وسختو سختو يجي بني وخفيف علاخر كي ما قلت لكم اينا من اكثر المرقة اللي تعجب بني الكاب كابو ولا مرقة ملحة بتجي زادة تجي بنينة برشة وتجي اخفيفة اكا ها وهذا هو كين الفيديو متاعي لليوم مشا لا يكون عشبكم مشا لا تكون حسة الاذافة وتاو مقعد لي كانوا قلكم مشا لا نقاكم على خير من هنا للفيديو اجي وبس لي ما